السلام عليكم من زيكم يا جماعة عاملين ايه رب دايما انتو كنو بألف خير المطبخ وحشني زي ما وحشك بس انا وحشني اكتر منكم فالنهاردة حبيت ادخل المطبخ اعمل اكلة الملوك اكلة ايه اكلة اللي اعمل حمام اعمل حمام اعمل حمام ومع ابو مبار ايش حمام ومع ابو مبار لا اعمل حمام اعمل حمام اعمل الحمام بالفريق بطلاقة سهلة جدا وكمان ازاي نحشي من جوه اول حاجة اللي اعمل اجبه فريق نوع كويس اوي انضف نوع في السوق الضحى هجيبه هخسله ونقعه بعد ما نقعه مص ساعة هنشوف بقى مقدرنا ونقعد مع بعدي كده ايه نعمله ونحشيه ونسويه وننقله سلام عليكم نقول بسم الله الرحمن اعمل الحمام على حسب العدد اللي انتو عايزينه وعند نصف كيلو فريق مخصول ومنقوع في مية عادية من الحنفية بصلية كبيرة مفرومة وعند الاوانس والكبد وناخد معلقتين زيت ومعلقة سامنة كبيرة وعند فلفل اخضر دختيال وعند فلفل اسوط بغرات مشكلة وعند كوب باية مية قداما بحب اعمل فريق نصف تسوية عشخاطر اعرف احشي قراح نحن على الطاصة هنا ونشوفها نشتغل كيف عندي طاصة فضية او حلة او اي حاجة وحط معلقة السامنة اممكن الزبدة المتاحة لكم وحط معاها معلقة زيت واحدة او معلقتين فاستكفايا كده وعند البصل وحط معلقة زيت واحدة وحط معلقة زيت واحدة وحط معلقة زيت واحدة بسم الله اهو في ناس بتحب الطعامهم بطوم بس انا ما نفضرش طوم في الحمام وطبعا يا جماعة في القول في الاخر الاكلة ازوية نحن نضيف الاخر ونضيف البصلة تدبل شوية بعد كده نضيف الاوانس بس مش دلوقت لما تدبل الاوانس شوية البصلة دي لتنضيف الاوانس الاوانس قبل الكبدة دي بقى لما ننصع في نها تبقى نشفة تاخد وقت في السماء نازم تقطع صغار او لقد ما تقدم سووا بقى وعدوا مع بعض يتشوحوا شوية قبل ما نضيف الكبدة اريد اعطيكم بقى الكبدة والاوانس مع البصل مع الفلفر لحطهم حلوة قوي نضيف الكبدة نضيف الكبدة ونضيف الكبدة ونضيف الاوانس نشفة لازم نضيفها الاول قبل الكبدة النسون بقى يتشوحوا لما الكبدة تمسك نفسها اهي اضيف رش الكبدة البسيطة نضيف لكي نقطع نضيف الفريق ونقوم بقى نشوحهم كلهم مع بعض شوية نضيف نزيف الفريق يكون منقوم نص ساعة تقريبا نضيف البهارات كمان دول معلقة نص كبيرة كل البهارات بقى نشفة ورق لورة وحبهان وفهم شوية بابريكا وكبابة صيدي وطعم في الطيون واللحون وحبهان مطحون وقرفة وكل التوابل نشوحهم بقى كويس نسيبهم بقى مع بعض تقريبا 7-8 دقيقة لحد المياه اللي كانت في الفريق كلها متنشف من الطاصر وتلاقيه بدأ يخشف كده في قلب الطاصر ورسوا بقى كده حلوة اللون بتاعه ازاي لماذا خاطر سيبنا الحمام ياخد رحته واتحمد براحته وحطنا الملح والفرفل وكل حاجه قابل شوية مياه نجد حبة مياه ثمان بس كفايا كده هو نوبته عليه ونسيبه ويتشرب شوية المياه دول وخلاص وبعد ما يتشربه ممكن حبق الفريق جاهز معنا ان احنا نحشين منذ فريق نصر عشان اقضى ان انا احشي الحمامة براحتي مبقاش خايفة والحشو يطلع فيها ني من جوة لاحشيها براحتك على قد ما تحضره نغطي بقى ونسيبه يستيبه وبعد كده نرجع عشان نكرر كده الرز معنا اشتر الواء زي ما قلت لكم حطوا بقى هنا يبرد عشان نعرف ان انا حشي نسيبه بالزبط عشان لكده ونحشي عطور بعد كده ونفعش نحشيه سخنه سخنه سيقطع الجلد بتاع الحمامة ويديك كمان مش هتستحمله سيقطع الجلد بتاع الحمامة نسيبه يبرد براحته سيبه يبرد على ما نحط المياه تغلي يكون هو برد نحشيه عطور هذه الحمامة هيا ناخد الحشوة حاول تحط القوانس من جوه متحطها تحت الجلد ليه؟ عشان تحت الجلد ساعات القوانس تبقى أسية وتقطعه اه شكنا بلم القوانس وحطها في النص بس ام له متخافوش كده بس ما تجبسهاش قوي برده شخصة للفليك مش مستيه قوي نكمل سوا جوه تحت الجلد انا مش فتحي انا هفتحه من فوق بسم الله حاولوا ما تكسروش الرجل بتاعتها ما بتكسروها بتخلوها انها تحسوا انها عندها برس كده في رجليها ولا شلل ما بتخرج من من الثانية بتاعتها اي كده اي اي زيادة لها كده هنستعملوا برده نجي فوق كده انا شايلة الزور بتاعها بصباعك كده هنستعملوا برده هنستعملوا برده هنستعملوا برده هنستعملوا برده هنستعملوا برده قوي كده هنستعملوا برده هنستعملوا برده هنستعملوا يوم ان تق capacity الثانية مياه غنية حتى فيها بصلايا وتمط مياه ولومي وورق لورا وحبهان وكبهو بصير من الحاجات الياب بتاع الشربة بصرة الحمام بصير من الحاجات والعملتون بخلة تضغط الحمام على دهره او ما تضعها في الماء تجدها لمتها اقرب الكاميرا تشوفوا دوقتي هو قريب في الحلة لما حبته لمتها الحمام بالضبط يعمل من 40 ل 50 دقيقة حسب حجم الحمام لا نغطيه ونسيبه على العنار متوسطة نزوض له شوات ماء لان خاطر الماء ليس كثير الماء بتغلي على طوط لما يغلي بقى هاخد منه شوية شربة هعمل بيهم شربة الفريق بالحبة اللي انا خليتهم دلع مجاوبة بسم الله بصوا الحلمة اول ما نزلت الماء عمت ازاي بصها لم ومن تحت لمتها سيبقى برحتها بعد 40 دقيقة انا اتقالها عشان نشوفها بصوا سنته هده هورربه بصوا الحوبين اتقالها هانقل الحمام دلو هكنقلت لاتها بس بصوابه عشان نتلها معاك الون محيلم لبن هل كنت الماء؟ سوف نضيف الحليب أو زبادي نضيف الخلا ونضيف الخلا نضيف الخلا نضيف الخلا تنبيه نضيف الخلا نضيف الخلا نضيف خلا نضيف الحليب زيت لنرى مكتب الفرن سوف نضيف جمال و خلاوته سلام علي شربة الفريك و جمالها عايز احطي فريك الاول كتير تحت هم كلهم على قبل الطبق شكرا عايز ابدوكوا بقى جمالها ندوق بقى لازم ندوق لازم ندوق مش تعرفيهم بايا بقى مو ما عرفي لك انت خالي يوم سكت والله بس انا مزارتش على قناتك قبل كده رجال؟ اه انا شيف جمعة خالي صدفة عندك قناة صنع حكومت بخرة بيحكي كل اكلها ليه تسمت بالقصدق و ليه بيحكي لكم بقى حكاية حلوة عندي حكاية كتير اوة عن الاكل بس لأسف ما بقدرش اقولها انا بطبخ لان بياخد وقت كتير بياخد وقت في الكلام والفيديو متضيليكي اللي ايجي هم لا انت اشرب من طبقات كبيرة عادي براحتك اشرب من طبق؟ اه لما عنات انا هدوق بس يعني مش هاكم بسم الله انا رأيك فيها ما شاء الله ما شاء الله حاجة حلوة اوة محمد هيجي يغطس دولوات جواه مش كان بيدور على الفريك دول فريك دول الحمام ديناك كلها هيقل دول الحمام بس هات ماندلش لصوحناك ماندل من البكرة بيسك بيدك وقطعها اه مش تاكلي صور باسترين محمد هيجي تاكلي صور محمد هيجي تاكلي فريك محمد هيجي تاكلي فريك ايجي تاكلي انها محمد هيجي تاكلي ممل انا بعمل حمام كتير بس بصراحة. احنا قلنا البصل. ده حاجة حلوة اول. ده بنا سؤال فني. انا شايف الاكل هل انا نبقى مول ولا بحلوة? لأ انت مش مستطعم انا اكل كويس. ده انا مستطعم. انا مستطعم بس عشان شوية التعب اللي كانوا عندي بدون. بيمبالح بس. بس الشرب حلوة الحمام صدور. انا خدم على الجنب بقى عيش معه. كلها محمد وصيفه حدوصه. باي باي. ده تصوير لي ما عندي السيف بالمنازل. الحمام سهل. اللي بيصورني يا جماعة الفيديوهات دي السيف ابن خالي. هو اللي بيصورني. شفتوا التصوير حلو زي شده يعد لكم بقى الوصفات اللي فاتت كلها بالتصوير الجديد. يلا شوفكم على خير ما تشتركوا في قناة خالي حكاوا مطبخنا مع الشيف جمعة. وقال لكم على حاجة في اكلة هو ما بيحبش يعملها. مش عالوكم هي ايه? هخليه يعملها معايا منه هدو هنزلها لكم. يلا سلام عليكم.